السلام عليكم زوجة الرجل في الدماغ بسبب المرض العضالي اللي عندها وبسبب العملية السابقة المرأة فقدت نظرها لكن نقول انه ان شاء الله الزوجة المحقق رح تستعيد النظر لانه يقول لي قاعد اصولف معها وتعرفون في مثلها العمليات هذه يتم تغطية العيون لاجل ما تفتحها بشكل مباشر وتتعرض للضوء او النور بشكل سريع فالامر يحتاج عدة ايام او فترة معينة من الزمن يحددها الاطباء لاجل انها تفتح عيونها بشكل تدريجي وبعد ما طلعت من العمليات والعناية المركزة فاجل عندها الرجل من باب بوده يطمن ها بشري شلون الامور شلون الوضع تقول له ابشرك حاسة اني شايفة النور من خلف الغطاء هذا اللي حاطينه على عيوني نسأل الله سبحانه وتعالى ان تستعيد نظرها وتستعيد صحتها وترجع لهذا الرجل المحقق الرائع وكذلك عندها بنات اثنتين صغار ينتظرنها كذلك ادعو لها بالشفاء لها ولكل مريض اما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة يقول المحقق كريم قبل تقريبا 11 الى 12 سنة يعني تقريبا عام 2010 عام 2011 يقول لي في هذاك الوقت جاني تكليف اني اروح الى محافظة كيرمان محافظة كيرمان هذي تصير في الجنوب الشرقي لايران يقول هذاك اليوم جهزت نفسي وانطلقت الى المنطقة المحافظة هذي البعيدة جدا عن الاحواز ركبت وروحت الى هناك ووصلت على مركز البحثي الجنائي اللي يكلفوني بقيادة هذا المركز وبعد ما استقريت وقعدت لي يوم يومين اسبوع زمان والامور عال العال هذا كان تقريبا في نهاية السنة في هذاك الوقت يعني مثل هالأيام هذي بداية فصل الخريف والاجواء تكون بعد العصر او بعد غياب الشمس تصبح الاجواء باردة يقول هذاك اليوم قاعد على هالمكتب ما عندي مناشيطان قطعة وإلا جرس الهاتف يرون قاله السلام عليكم وعليكم السلام من معاي قاله معاك المحق الكريم رئيس البحثي الجنائي حياك الله تفضل يقول المتكلم شخص يبين عنه كبير في السن صوته مرتجف وأجش شوي خير يا اخ شو عندك بيش اقدر اخدمك قال يا سيدي تعالوا لعندي بسرعة وين انت شنو موضوعك شمي سالفتك قال انا في الحديقة الفلانية الحديقة هذي حديقة عامة وفيها مدينة العاب او العاب اطهال مثل ما تقولون وين الموقع شنو الموضوع يعني شنو عندك لحتى نجي قاله وعثرت على جث الطفل في الحديقة ها انا خايف وماني عرفان شنو ودي اسوي يا سيدي ارجوك الحقوني بسرعة شلوان عثرت الولد شنو وضعه قاله والله انا عامل تنظيفات او انظف الحديقة هذي ومدينة الالعاب بعد ما تطلع منها الناس وعثرت على جثة الولد في زاوية الحديقة تحت احد الاشجار قال لا تخاف وطول بالك احنا دقائق ونكون موجودين عندك اتصل المحقق كريم برجال البحثي الجنائي المحققين اللي تحت منه جهزوا سيارة ودورية وانطلقوا هذاك اليوم على الحديقة لما وصلوا لقوا الرجل واقف على باب الحديقة السلام عليكم وعليكم السلام وين جثة الولد؟ قال انحقوني يقولوا ننحق هذا الرجال الى فعلا تحتل احد الاشجار وقال له فعلا فيه جثة ولد والجثة مبينة يعني باردة جدا والولد مبين عنه تقريبا بالكشف الاولي عمره تقريبا تسعة الى عشر سنوات لا يتجاوز العمر هذا والولد مبين عليه اثار كدمات وكذلك تم العثور على خيط او حبل رفيع مربوط على عنق هذا الطفل تبين انه الولد متعرض الى حالة اعتداء جنسي وكذلك الخنق وفيه ضربات وفيه كدمات على مختلف انحاء الجسد كذلك ملابس هذا الولد ممزقة وبالبحث في مسرح الجريمة او المكان اللي اثروا عليه على هذا الطفل ما تم العثور على اي شيء يدل على المجرم او القاتل تم رفع الجثة للطب الشرعي وكان الوقت بارد وتم اخذ هذا الرجل اللي عمره تقريبا في بداية الستينيات حارس الحديقة هذه خذوه اللي عندهم على مكتب البحث الجنائي وتم تسجيل اقواله واطلاق صراحه وخذو عنوان سكنه ورقم تلفونه في حال اللي يعني طلبوا في اي وقت يحضر الى البحث الجنائي كشاهدوا انه هو لعثر على الجثة بتفتيش ملابس الولد ما اعثروا على اي شيء يدل على اهوية هذا الولد وحديقة عامة هذه يجيها الناس من مختلف انحاء المدينة وفي هالحالة وجه المحقق كريم العناصر اللي تحت امرته وقال ابحثه فيه البلاغات اللي جاية خلال الساعات الماضية ممكن احد الاشخاص مبلغ عن اختفاء هذا الولد لعله وعسى نقدر نصل الى اهله وطبعا تم احالة الجثة للطب الشرعي اللي معرفة اسباب الوفاة ووقت الوفاة وشنو اللي حاصل لهذا الولد تبين من خلال تقرير الطب الشرعي انه الولد متوفي قبل تقريبا ثلاث الى اربع ساعات والولد متعرض الى اعتداء وتم العثور على سائل منوي على جسد الطفل وعلى ثيابه وكذلك تم التحفظ على الحبل اللي كان مربوط على عنق الولد وبانتظار حدا يجي يبلغ عن اختفاء ولاد عن اختفاء ابن يقول مرة هذه الليلة ما جانه ولا بلاغ مر علينا اليوم الثاني كذلك ما جانه اي بلاغ والان قاعد افكر انه ام هالولاد وابو هالولاد شلون يعني ساكتين كل هالفترة اكثر من 24 ساعة معقولة ما يبلغون عن اختفاء هالولاد يعني شين قلوبهم وشلون قدرانين ينامون ولا يأكلون ولا يشربون والمهم يقول يعني الولد بالي وجريمة قتل ونعرف منه القاتل ويقول لي المحقق كريم من اصعب الجرائم اللي تمر علي او اللي يحقق فيها هي قصص الابناء الصغار هذون بسبب الحادثة اللي مرت لابنة المحقق كريم رحمة الله عليها يقول حققت في كثير وعشرات بالمئات من الجرائم ولكن اللي يأثر فيني اكثر شي قصص الجرائم هاي اللي تحصل ان كان اعتداء وان كان خنق وان كان خطف ومن هالسوالف المهم يقول لي قلبي ماهو مرتاح وقاعد افكر بهالعائلة شلون يعني لحد الان ما بلغت واحنا منتظرين اي بلاغ يجينا عممنا مواصفات هذا الولاد على مختلف مراكز الشرطة فيها المدينة لعله وعسى حدا من سكان المدينة يبلغ ان اختفاء ابنه يقول فيه اليوم الثاني وبعد مرور اكثر من 24 ساعة ويجينا هذاك اليوم على المكتب رجل وامرأة وضعهم انبين الجماعة منهارين والامرأة قد ماهباتش عيونها صايرة حمر السلام عليكم وعليكم السلام انت المحقق كريم قال هنالن وسهلا حياكم الله خير شنو الموضوع قال والله جاي بيلك ورقة من النيابة العامة خير شنو عندكم مشكلة متشاكلين عندكم خلاف قاله لا والله عندنا ولد مختفي صار له اكثر من 24 ساعة حياكم الله تفضلوا حاول يهديهم يهدي المرأة طولة بالش لعله وعسى ان شاء الله نعثر عليه ولا تخافين من باب انه يهديها وفلذت كبدها المهم سألهم عن مواصفات هذا الولاد وعن عمره وتطابقت المواصفات مع مواصفات الولد اللي اثره على جثه في الليلة الماضية في الحديقة قالوا لهم اثرنا على ولد مواصفات وكذا وكذا ويقوم يروحوا وياهم على ثلاجة الموتى في احد المستشفيات اللي حاطين فيها جثة الولد لحفظ الجثة من اجل يتعرف عليها احد الاشخاص ويقول لما شاف ابو الولد شاف الولد وتعرف عليه اغمي عليه هو والام اسعافهم الى نفس المستشفى بما انهم هم موجودين في المستشفى وتقديم الاسعافات الاولية لهم وبعد فترة من الزمن استعاد وعيهم ويا جماعة طولة بالكم وقدر الله وما شاء فعل والله يرحمه لكن الان ودنا نعرف منه القاتل الاب والام في وضع سيء جدا ماهو وضع تحقيق واستجواب والولد كان فيه منظر سيء وخصوصا لما سمعوا انه معتدى عليه ومتعرض للخنق ومنظر الجثة كان يعني صعب للغاية المهم تم تسليم جثمان هذا الولد رحمة الله عليه اللي كان اسمه احمد وللأسف انه هذا الولد هو الوحيد لهالعائلة ما عندهم غير ولا كبير ولا صغير تم استلام الجثة ودفنها اصولا والجماعة افتحوا عزاء بعد يومين ثلاث بعد ما خلصت التعزية المحقق كريم طبعا كان من الاشخاص الحاضرين في التعزية هو رجال البحث الجنائي ويراقبون الاجواء والاوضاع فيها الحارة الحارة ما تبعد كثير عن مركز البحث الجنائي المهم بعد ما انتهت التعزية جابوا الاب والام ويا جماعة بمن تشتبهون عندكم عدو عندكم مشكلة مع احد عندكم ثأر طبعا هذه اول الاحتمالات اللي يحطونها المحققين في جرائم مثل هالامور قالوا والله ما عندنا يعني مشكلة مع اي حدا كان جماعة مسالمين احنا بحالنا الرجل يطلع من الصباح ما يرجع لتالي النهار او بعد غياب الشمس يرجع على البيت والمرأة رب تمنزل الجماعة ما عندهم شك باي حدا انه يعتدي على هذا الولاد بهالطريقة الوحشية ويقتلوا بهالطريقة المهم ما قدر المحقق كريم ياخذ منهم لا حق ولا باطل ما اتهموا حدا ولا وجهوا الاتهام لأي شخص كان لكن سألهم المحقق كريم عندكم كاميرات مراقبة في كاميرات مراقبة فيها الحقيقة قالوا اي نعم عندنا كاميرات مراقبة قالوا اي نعم قبل الحادثة او ايام الحادثة هذه اذا فيه سجلات عندكم قالوا اي نعم حاضرين جابوا سجلات الكاميرات على اشرطة سي دي وجابها المحقة كريم لعنده على المكتب وبدأ يشاهد السجلات الكاميرا منه رايح ومنه جاي وكذا ما شاف أي شيء يثير الشك وسألهم عن الأشخاص منه هذا ومنه هذا ومنه هذا كلهم أقارب وحبايب ويعني من خلال التسجيلات ما تم العثور على أي طرف أو الشك بأي شخص والمجرم ما هو تارك وراها أي أثر يدل عليه لا بصمات لا أي شيء يدل عليه لا أداة للجريمة إلا آثار السائل المنوي اللي يعتروا عليها على جسد الولد يقول المحقق كريم يعني ما زلنا نبحث فيها القضية والقضية شاغلة بالي لأنه هذا ولد عمره تسعة إلى عشر سنوات ووحيد لأمه وأبوه والأم كل شوي يغمى عليها ويصعفونها إلى أحد المراكز الصحية ولا أحد المستشفيات خسرت الولد بسبب إهمال بسبب يعني يقول القضية صعبة جدا يعني يخلي أي واحد مننا لا سمح الله يحط نفسه فيها الموقف يقول ما قدرنا نأثر على أي شيء يدل على القاتل أو المجرم أول يوم بسبب ثاني يوم بسبوع زمان عشرة أيام وتروح السالفة عشرين وواحد وعشرين يوم وما زالت القضية مفتوحة أو ملف التحقيق مفتوح وقاعدين نبحث لعله وعسى نأثر على المجرم المهم يقول هذاك اليوم قاعد فيها المكتب كذلك ما عندي قطع من الشيطان ويرنجرس الهاتف ألو السلام عليكم وعليكم السلام ألا عائلة أو أكثر من شخص من بين الأصوات يعني ناس قاعدة تبكي وناس تصيح خير يا جماعة شنو الموضوع قالوا والله يودنا أن نبلغ عن اختفاء ولد شنو الموضوع شنو السالفة ويقومون يجون على مركز البحث الجنائي شنو السالفة قالوا يا عمي والله عندنا ولد صار له أربع وشرين ساعة مختفي طيب ليش ساكتين لحد الآن أربع وشرين ساعة ما تبلغون عن اختفاء هالولد هذا أكبر خطأ مفروض تبلغون السلطات الأمنية تساعدكم في البحث لشلوم من كان رجال الأمن عندهم خبرة أكثر منكم في هذا المجال قالوا القصة وما فيها أنه ألولد طلع هذاك اليوم أول أمس يعني قبل أربع وشرين ساعة من تاريخ البلال طلع يلعب الدنيا العصر ورجعوا هالأطفال على بيوتهم لكن الولد اللي اسمه ماجد ما رجع وسألنا الأطفال اللي كانوا معا زملاءه وقالوا والله طلعنا احنا ويا نلعب وكل من راح في حال سبيل وبعدين طيب ما شفتوا ماجد وين راح قالوا والله ما ندري فجأة اختفوا تعرفون أطفال هذي يلعبين وهذا يلعب هناك وهذا يتخبه هناك يقولون ما شفنا ما ندري وين راح طيب يقولون أبو الولد شكلنا فرق من الأقارب وسكان الحارة والولد المخت في هذا من حارة أحمد الولد أحمد اللي مبلغ عنه قبل عشرين يوم وتم الأثور على جثته في الحديقة يقول أبو ماجد تم تشكيل عدة فرق نبحث عن الولد في كل مكان في أي مكان نتوقع أنه يروح عليه عند عماته عند عمامه عند خواله رحنا على المستشفيات يعني ما خلينا حدا يعتب علينا إلا ما سألنا لكن بدون العثور على أي نتيجة وفي النهاية قررنا أنه نبلغ الجهات الأمنية أو السلطات الأمنية لمساعدتنا في العثور على ولدنا يقول المحقق كريم عممنا مواصفات الولد وصورته على مختلف مراكز الشرطة ومراكز البحث الجنائي فيها المدينة ويا بنت قولي لمت ماجد اختفى ويقول بدأنا رحلة البحث نبحث هناك بأساليب رجال الأمن والبحث الجنائي يقول ساعتين زمان ويجينا اتصال من شخص مجعول قالوا السلام عليكم وعليكم السلام قال يا جماعة أبلغكم أني عثرت على جثة ولد بالعشر سنوات وحدد المكان اللي عثر عليه وقال عثرت عليه تحت أحد الأشجار يقول مباشرة شكلنا دورية ورحنا على هالمكان وفعلا بمطابقة الصورة والمواصفات اللي قالوا عليها أهل ماجد ويتبين أنه هذا ماجد لا حول ولا قوة إلا بالأهل علي العظيم بالكشف على جثة ماجد رحمة الله عليه تبين أنه الولد كذلك معرض أو متعرض للخنق عن طريق حبل أبيض رفيع من القطن وكذلك قبل تحصل الوفاء متعرض إلى اعتداء يقول المحق كريم مباشرة رجع إلى ذاكرتي وذهني اللي ما غاب أصلا من الذاكرة الولد أحمد اللي توفي قبل عشرين يوم خلال المعطيات الأولية وخلال الكشف الأولي على الجثة تبين لي أنه أنا الآن قاعد أتعامل مع قاتل متسلسل والضحية الثالثة على الطريق يقول أنا الآن أمامي قضيتين متشابهات ومتطابقات إلى درجة كبيرة جدا الحبل نفسه اللي مخنوقين فيه واعتداء جنسي والأعمار متقاربة جدا ومبين أنه هذا الشخص أو القاتل أو المجرم قاعد يستهدف الأطفال في سن معين المهم تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي كذلك لمعرفة وقت الوفاء وطريقة الوفاء وشنو اللي حاصل مع الولد ماجد رحمة الله عليه ويجي تقرير الطب الشرعي اللي يقول أنه ماجد قبل وفاته تعرض إلى اعتداء وبعدها تم الخنق عن طريق الحبل هذا الرفيع القطن الأبيض وكذلك بعض أثار الضارب وأثار الكدمات على جسد الولد وبعدها تم تسليم الجثة أصولا لأهله لحتى يتم دفنه وفتحه وعزاء ويقول روحت على الجماعة عزناهم وقمنا بالواجب وجمعت العائلة عمامه وأبناء عشيرته ومجتمع عدد كبير من الناس وبدأنا نحقق فيها القضية يا جماعة أنت وتشتبهون بأحد الأشخاص عندكم عداء مع حدا شنو الموضوع أنا ماني ابن المدينة ماني ابن المنطقة وأتمنى أنكم تساعدوني أي معلومة صغيرة لا توفرونها ولا تقولون أنها ما تفيد التحقيق أي يعني معلومة بسيطة معلقة بذاكرتكم الولد هذا مع من يطلع مع من يروح مع من يجي خبروني بالتفاصيل المملأ قالوا يا محقق كريم صراحة أحنا كل آياتنا أصدقاء وأحباب وأبناء عشيرة وصراحة ما عندنا شك بأي شخص يعني بمن ودنا نشك يقول كذلك ما قدرت أعثر على طرف خيط من قبل الجماعة ما عندهم شك بأي شخص يقول وأرجع حذاك اليوم على عائلة أحمد سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا جماعة أترجعكم أي معلومة عندكم ما تشكون بحد أي شيء مريب يعني الآن فقدنا أحمد وفقدنا ماجد والضحية الثالثة على الطريق وهدولة راحة والله يرحمهم لكن لا تخلون عائلات غيركم تنكب وساعدوني في ملف التحقيق في هالقضية لأنه أنت الأساس أو يعني اللي تقدرون تساعدوني أني أعثر على المجرم أنا الحالي ما أقدر أسوي معجزة لذلك لا توفرون أي معلومة قالوا يا محقق كريم صراحة إحنا ما نشك بحده ما أودنا نتهم الناس جزافا ونتصلبط على عباد الله وابدنا الله يرحمه لا بد إلا ما يجي يوم وينكشف القاتل علومات اللي عندنا كاملة قدمنا لك آها يا محقق كريم قال يا جماعة ترى الضحية الثالثة ما نعرف في أي ساعة يجينا بلاغ عن اختفاء الولد الثالث ولا الرابع إحنا الآن أمام قاتل متسلسل سفاح المتسلسلين هذول ما يتم كشفهم بسهولة إلا بتعاون العديد من الأشخاص من أبناء المنطقة لكشف هذا القاتل أو بمعجزة يتم كشفه المهم يقوم ويرجع كذلك على أهل ماجد وينتبغون أنه فيه كاميرات كذلك مركبة على مدخل المنزل وطلب التسجيلات السابقة وقال أبشر يا محاق كريم يعطوه التسجيلات قبل الاختفاء وبعد الاختفاء أثناء العزاء ويقول جبت هالسيديات اللي مسجل عليها تسجيلات الكاميرا وبديت أشاهدها أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة يقول قضيت الليل وبطوله وأرجع كذلك على التسجيلات تسجيلات كاميرات بيت أحمد ويقول حفظت الشخصيات وهذا منه وهذا منه يقول وأشوف نفس الشخص موجود في عزاء أحمد وموجود في عزاء ماجد يقول ثاني يوم من الصباح وأتصل على أهل أحمد سلام عليكم وعليكم السلام قال لازم تجون لعندي على المركز خير يا محاق كريم قال خير إن شاء الله بس شوية سؤال وأسأله وأجوبه تم العثور على القاتل أو كذا ولا شافوني قاعد أتفرج على تسجيلات الكاميرا قالوا شنو الجديد قالوا لهم الشخص هذا تعرفونه قالوا لا ولا ما نعرفه يعني ممكن يكون من أبناء الحارة لكن ما نعرفه ولا تربطنا فيه أي علاقة متأكدين ما شفتوه يطلع مع ابنكم ابنكم يطلع معاه يعني قالوا ولا أبدا ولا ما نعرفه أول مرة نشوفه بس ممكن أن يكون من أبناء الحارة وكذلك يقوم يتصل على أهل ماجد ويجيبهم لعنده على المركز خير يا محق كريم قال الشخص هذا تعرفونه قالوا لا ولا ما نعرفه لكن بعد شوي وتنتبه أم ماجد قالت إيه والله يا محق كريم نعرفه هذا شخص من أبناء الحارة والشاب هذا اسمه علي قال عال علي هذا شنو يشتغل وشنو العلاقة اللي تربطكم فيه وشنو علاقته بماجد قالت والله يا محق كريم هذا الولد قبل فترة من الزمن شفته ماشي مع ابني ماجد ونبهت عليه قلت له يا علي الشاب هذا اسمه علي قلت له يا علي أنت عمرك 19-20 سنة وأبني عمره بالعشر سنوات يعني شنو الزمالة أو الصداقة اللي بينك وبينه الله يرضى عليك تشفيني شرك ولا تسوي لنا مشاكل وابعد عن الولد لكن الولد ماجد كان يحب يمشي معاه وكان كل يومين ثلاث يجي يسولف لي سالفة عن علي علي هذا عنده شغلات أو تصرفات عجيبة وغريبة شن التصرفات شن السوالة فيها أم ماجد أرجوش لا تبخلين علينا بأي معلومة تعرفينها عن هذا علي قالت صراحة هذا ماجد ابني كان يجي يقول لي علي يكلم الحمام ويكلم الدجاج علي مربي شوية حمام والدجاج عنده على سطح المنزل يكلم الحمام ويكلم الدجاج ويركب على الدولفين قال لها يا بنت الناس الدولفين والدولفين بالخليج وكذا ما احنا على البحر قالت والله هذا اللي صار ونبهت على علي أكثر من مرة أنه ما يمشي مع ابني ماجد لكن بعد فترة أشوفه ماشي معاه وأنبه عليه لا تمشي معاه وأنبه على ابني لكن ابني يحب يمشي معه هذا علي شو ده سوي قال يا بنت الناصر أنه احنا فترة وإحنا نحقق ونسأل ومن هنا ومن هناك طيب ليش مخبي هالمعلومات قالت والله ش مدريني شوفت عينك يا محقق كريم أنا اللي رايح لي ولد ما هو رايح لي فروج ولا دجاجة منت شايف يا محقق كريم أنا امرأة منكوبة وفاقدة ولدها قال لها المهم لا تبخليني بأي معلومة يا أم ماجد الله يرضى عليك قالت صراحة أنا كان يجيني ابني ماجد ويقول لي هذا يكلم السمك والحمام والدجاج ويركب على الدولفين شنت أقول له يا أوليدي هذا يضحك عليك وإسوالف ما تصير والدولفين هذا وده يعني خليج وإحنا أو بحر وإعني إسوالف هذه ما هي مضبوطة يا ابني لا تدير بالك على هذا الولد ولعد تمشي معاه هذا أكبر منك بينك وبينه عشر سنوات تقول حاولت أكثر من مرة أني أردع الولد عن أنه يمشي معه علي لكن لا حياته لمن تنادي لكن بنفس الوقت علي ما سمعنا عنه أي خبر عاطل شاب خلوق ومؤدب ومحترم يقول أنا في هالحالة مسكة طرف الخيط وصار عندي خمسين بالمئة أنه هذا علي هو القاتل أو هو المجرم يقول خذيت عنوان عليها ذاك اليوم وخذيت أمر قضائب القبض عليه وخذينا دورية وروحنا دقينا الباب على أهل علي طلع عنا بالصدفة السيد علي السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك سيد علي قال إيه نعم ممكن تشرف معنا على القسم خير يا جماعة شنو الموضوع قال سؤال وجواب شغلة بسيطة يالحياكم الله أبشره ويركب معنا علي ونجيبه على مركز الأمن علي بدأ عليه رجل هادئ جدا ولا عنده أي مشكلة أو أي شيء يثير الشك يعني إحنا عندنا شكوك ولكن يجب أنه نتأكد من الشكوك هذه من خلال التحقيق مع علي واستجوابه هيا علي أنت شنو تشتغل قال والله أنا أشتغل في سوق الحدادين أو في سوق الحدادة ورزقي على الله وثقلي على الأرض وقال لو أنت تعرف ماجد وتعرف علي قال إي نعم عرفهم أبناء حارتي مو بس أنا أعرف كل غالبية أبناء الحارة يعني بحكم أنه أنا ابن حارة خير يا محاق كريم ليش تسأل يعني أنا شايف من خلال الأسألة اللي قاعد توجه لي وكأن قاعد توجه لي اتهام بشكل غير مباشر بمقتل أحمد وماجد هذول أبناء حارتي ويعني مو بضرورة أنه أنا أعرفهم معناته أنا متهم قتلهم هذا ما يصير يقول أترك علي على نار هذا خلي يستوي أنا يقول عندي شك إلى درجة 80 إلى 90% أنه علي هو القاتل يقول أروح إلى أحد السوبر ماركتات اللي صاير بين بيت أحمد وبين بيت ماجد هم أبناء حارة وبين بيت ماجد وبيت أحمد تقريبا 600 إلى 700 متر يقول رحت ولقيت رجل كبير في السن تقريبا من 65 سنة وسألته عن علي شنو تعرف عن علي دخل عندك على السوبر ماركت شفت الأطفال هذول معاه قبل يعني لا تحصل عمليات الاختفاء قال والله يا صيدي نعم وكان يجي هو والولد ماجد قبل لا يختفي بيوم ولا يومين ويشترون شبس وبعض الحلويات وشغلات وكذلك جه هو وأحمد قبل لكن يعني ما كنت أشك بهذا الشاب شاب سمعته حسن في الحي وما عنده مشاكل لكن الآن يا سيدي أنا أقول أنه هذا الولد وراه بله يقوله أرجع على علي هاي علي يعني أنا أنصحك أنك تعترف أحسن ما يعني القول المحق الكريم يعني مو كل الأحيان الواحد يضطر إلى استخدام أسلوب بساط الريح والضارب وكذا بعيدا عن العنف قالوا يا علي اعترف كله ابن آدم الخطاء وخير الخطائين التوابين وإذا تعترف أوعدك أني أساعدك في تخفيف الحكم في يعني من باب أنه يستجوب علي ويقر ويعترف علي قالوا يعني كل المعطيات تشير إلى أنه أنت القاتل يا علي لذلك اعترف أحسن لك يا سيدي أنا ما قتلت يحلف ميت يمين كذا من هين من هناك قالوا اسمع عليه فيه الآخر بعد ما حاول كل المحاولات معه قبل لا يودي على بساط الريح قالوا شوف الآن احنا عندنا عينات من السائل المنوي وراس مالها يعني تحليل دي نأخذ عينة منك ونقارنها مع السائل المنوي اللي عثرنا عليه على أجساد الماجد وأحمد ونقارنها وإذا طلعت النتيجة أنه أنت القاتل هذه الساعة ما راح أرحمك وراح أخليك تشوف نجوم الظهر وكذلك راح أخليك تركب على الدولفين تقول لي تركب على الدولفين وتسولف السمك وتسولف الحمام وتسولف الدجاج يا علاوي مو المهم علاوي شاف لابد من الاعتراف قال نعم يا سيدي أنا اللي قتلتهم وأنا اللي سويت معاهم كذا وكذا لأنه كل القراءة والأدلة تشير إلى أنه علي هو القاتل واعترف علي بالجرائم اللي سواها بحق علي وماجد وكان هذا شنو يسوي هذا كان معتمن طريقة أنه يكون صداقة في البداية مع الولد ويسولف السوالف هذه يأكله بعقل وحلاوة على أنه أنا والله أكلم السمك وأكلم الدجاجة والولد على هوات عقله يعني ثمان سنوات تسع سنوات عشر سنوات بهالعمر هذا ينضحك عليه قد من كان ذكي وديشوف شلون هذا الشخص يعني مثلا يكلم الحمامة ولا يكلم الدجاجة ولا يركب على الدولفين ففي البداية يكون صداقة مع الولد بعدين يأخذه على سوبر ماركت يشتري له شبس ويشتري له حلويات ويحاول يستلطفه ويستأمن جانبه بعدين لما ينوي على الجريمة أو على فعلته الشنيعة هذه لما خذ الولد أحمد يقول خذيته على الحديقة وقلت له فيه عندي حمامة رابطها في الحديقة والحمامة هذه ودي أشوفك شنون أكلمها واستدرج أحمد إلى الحديقة وبعد ما طلعت الناس تالي النهار هذاك اليوم لأنه الأجواء باردة شوي تصير تالي النهار ويعني الناس كل من روح على بيته ومسك الولد أحمد واعتد عليه وقتل وبعدين خنقوا بنفس الحبل بالحبل القطنة الأبيض وبعدها بعشرين يوم علشان يبعد الشبهات عنه استدرج الولد هذا كذلك ماجد وقال له هناك والله عندي حمامات في المنطقة هذه ودي أشوفك شلون أكلم الحمام والولد على هواة قلت عقله وما يعرفه ما يفهم بس والف يعني وديه حب الاستكشاف راح معاه وكذلك اعتد عليه وقتله بنفس الطريقة ويقول للمحقق كريم من خلال التحقيق مع علي هذا على أساس أنه آدمي ومحترم وما عنده مشاكل يقول من خلال التحقيقات قال أنه تم كشف القضية هذه بسرعة وإلا أنا كنت ناوي على أكثر من ولد بالحارة وبناء على المعطيات تم تمثيله جريمة وتقديم علي للمحاكمة وينتشر الخبر في المدينة ويا بنت ويا بنت قولي لمتش علاوي هذا الآدمي المحترم اللي ما عنده مشاكل اللي سمعته مثل المزك في الحارة هو اللي قتل أحمد وماجد وبعد عدة جلسات ومطالبات شعبية بحكم صارم بحق المجرم علي تم الحكم عليه بالقصاص أو بالإعدام شنقا وبعد سنتين من الحادثة أو اكتشاف المجرم تم تنفيذ حكم الإعدام في أحد السجون الإيرانية كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها وأهم هذه العبر الحفاظ على أبنائنا وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة حسنة وتعليمهم أنه إذا واحد أكبر منك فارق سن كبير بينك وبينه لا تنشي معاه يسولف سولف ما هي مضبوطة تعال سولف لا تأمن للحد يعني شوفت عينكم مشاكل الدنيا كثيرة وخصوصا مع الأبناء الصغار فلذات الكبد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائكم وأبنائنا من كل شر وسوء لذلك الحذر واجب يا أخوان وقبل لا تقع الفاس بالراس والندم ما عاد ينفع ديروا بالكم على أبنائكم وعلى تصرفاتهم ووين يروحون ووين يجون ولا تقولون والله احنا عايشين في مدينة آمنة في حي آمن ترى هذول السفاحين والمجرمين تلاقيهم يطلعون شلون ما تدري مثل هذا علي على أساس أنه شاب محترم وخلوق وما عنده مشاكل سمعته حسنة في الحي ما هو صاحب سوابق ما عنده أي سابقة لذلك لا تقول والله أنه يعني ابني عادي الحارة آمن وقد تدير بالك عليه يا أخي لا تخليه يبعد عن نظرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان في كل بلاد العالم في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر